لا تختلف محافظة ديالة كثيرا عن غيرها من المحافظات بسبب قلة الدعم للفلاحين فهنا في ديالة باتت جفاف يجبرهم على ترك أراضيهم خالد أحد المتضررين فبعدما كان من أصحاب المزارع يعمل اليوم عاملا في أحد بسطيات بيع الفواكه ديالة الأكثر تضررا هذا الموسم بحسب الإحصائيات الرسمية فقدت أكثر من 17 ألف دونم من المحاصيل الزراعية لهذا العام والعمل جار للحفاظ على 143 ألف دونم من البساتين مهددة بالموت بعد جفاف روافد الانهار التي تغذيها محافظة ديالة هي المحافظة التي أكثر تضررا في البلد حقيقة لأنه مصادر المياه مالتنا أغلبها من بحيرة حمرين التي عانت من جفاف وانخفاض مناسبها إلى أدى مستويات حاليا نحن كمدير زراعة ديالة بالتعاون مع الموارد المائية في ديالة نحاول نوفر المياه لبساتين المحافظة التي تقدر 143 ألف دونم سنتبع أسلوب المراشنة ديالة مقبلة على كارثة زراعية بسبب شح المياه ليصل الحال إلى معدل أن تكون حصة الفلاح يوم سقي واحد لكل 40 يوما وهذا لا يكفي في الأيام القادمة بحسب الإدارة المحلية التي تقف عاجزة بلا حول أو قوة هناك عدة أسباب منها سوء التخطيط بالنسبة لبحيرة حمرين لو كان هناك تخطيط وتقنين مياه الموجودة في بحيرة حمرين لما حدث هذا وكذلك بعض الدول قامت بقامة سدود وقطع المياه على محافظة ديالة بالنتيجة هناك مشكلة بدأت في موضوع الزراعة تصل دورة المياه إلى سق البساتين من 40 إلى 45 يوم وإذا ما قرنت بدرجة الحرارة اليوم هي جيدة جدا لكن سوف نواجه مشكلة مستقبلية سوء التخطيط والإدارة في ملف المياه في ديالة بحسب مختصين زاد من معاناة الفلاحين والمزارعين في المحافظة الأمر الذي أدى بهم للبحث عن فرص العمل في المدينة وتركهم للزراعة بعد جفاف ودمار أراضيهم من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية